عقدت توزيرة التنمية المحلية من العواد ووزير الأسكان شريف الشربيني ومحافظ القاهرة إبراهيم صابر عقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة التحضيرات لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بشهر نوفمبر المقبل تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل غرفة عمليات من جميع الوزرات والجهات المعنية لمتابعة التحضير للمنتدى وعقد اجتماعاً أسبوعي لممثل كل الوزرات والجهات كما تم التأكيد على سرعة انتهاء كل جهة من تنفيذ المهام الموكلة إليها والتي تم استعرضها في الاجتماع تمهيداً للعرض على رئيس مجلس الوزراء في التقارير واللقاءات الدورية الخاصة بمتابعة ملف استضافة مصر للمنتدى